تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع التراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 53 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 410 قضايا من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للموصفات